موسيقى الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشفت دجا بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله عليك يا سيد يا رسول الله حبيت نزيد نفصل شوية بالنسبة للسائل يسألني البارح مكفنيش الوقت لي قال لي هل يؤجر الرجل على ذهابه للعمل حبيت ننبه لهذا المسألة بأن الإنسان عنده أجر عظيم إذا يخدم المهم الخدمة تكون حلال ما يهمش واشنو هذه في الثقافة الأوروبية ليقول لك زعم الطبيب خير ملك الناس هذه ثقافتهم نحن في الشريعة الإسلامية المهم يكون العمل حلال أما يكون أفضل ويكون هذه يوم القيامة يوم القيامة قادر هذا كلك الناس يكون خير من ناجع فهمتوا لو ما فهمتش يعني في الشريعة الإسلامية المهم العمل يكون حلال ما نعود نقراركم الأحاديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أستعي على الأرملة والمسكين زيد كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليلي والصائم النهار ركح بالجاهد في سبيل الله ولم يتيسر لك الجهاد ولا مكش جهاد ولا ركح في زمن غير جهاد أما لا وشيقول عليه الصلاة والسلام أستعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله شوف أرملة شوف مسكين أجعله مئة ألف الشهر مئتين ألف الشهر نحيهم شهريتك وبعته له كل شهر ونظمها يتوصل له ركح المجاهد في سبيل الله أو القائم الليلي والصائم النهار زيد قال صلى الله عليه وسلم إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا السائل على العيال كائن ذنوب ما يغفرهاش ربي غير الواحد يخدم على أولاده أكون تسمعوا يالي أكون تخدموا تنودوا على الخمسة على الصباح وتروحوا في الظلمة ما تعفوا لا يولي ولا ما يوليش اسمع عن بالك باطل إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا السائل على العيال عندك أجل ورب يعطيك أجل لأنك أخدام على أولادك زيد يقول عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير وأحب إلى الله من اليد السفلى هذاك اليد لي تصدق خير وأحب إلى الله من اليد السفلى لأن اليد العليا ويخدم أو يتعب أو يجيبها بأرخ جبينه هذا عنده أجل عند ربي وخير وأحب يعني ربي يحبه وربي يجعله دايما في خير إن شاء الله ويبعد عليه المصائب واحدة الصحابي صحابي يخدم ملقوتي يخدم في الفلاحة أو في البنيان ويدو لتحرشة السمع ويدفلاحين يدو لتحرشة ملكي جايخ مسمع النبي صلى الله عليه وسلم كمش يدو سيدنا رسول الله ماله يدوها كمشها حياء حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم مال النبي شد له يدو وخمس معه واش قال له قالوا إنها يد يحبها الله ورسوله هذا اليد يحبها ربي ورسول لأنها يتحرشة يعني يعمل هذا إنسان خدام الله يرحم الله يرحم أنساء ليرام يطيبه الخبز على المطلوع ولادهم يبيعه في طرقات الله يرحم الأطفال ليرام يبيعه الله يرحم الرجال ليرام يبيعه في الصاشيات في الأسواق وصابرين ويجيبه خمس الحلال يعني تصيب واحد لا بس به ما شاء الله يعني يصيبه ويمت في يده ومبادئة تصيبه عجوزة ديه في المطلوع تخبز وتبيع في المطلوع ولكن ما فهدك السوق تبيع رشته ولكن ما لحميصها مغلية وتجيب الرزق التحر بالحلال حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل الله يرضى عليكم وربي يحفظكم وربي يبارك لكم تروح في الطرقات تصيب أطفال يبيعوا في الخبز ومبادئة الأمم المتحدة يدخل لك ممنوع تشغيل الأطفال أروح أنت أخذ دمهم يا بونكيمون نتادي لهم الشهرية الناس أرعي يضايعهم ما هم صايبين الفطور ما شي صايبين لعشاء ما شي صايبين لغطاء يأكلوا من المزابل ومبادئة يجي قانون تعال أمم المتحدة ممنوع تشغيل الأطفال ممنوع أكدا يروح أنتوا ما وكلوهم يروح أنتوا ما وكلوهم يروح أنتوا ما وكلوهم يعجنوا ويأكلوا هذه اللقمة الحلال هذه الخبز الحلال والله غيرت تنحيله كلش ما يمرد مولو واحد الراجل مع أولاده في مرسيداس الدير 500 مليون ولا 600 مليون حبس زوج أولاده في سيارة هبط الزجاج يصيب أرمالا أرمالا مع زوج أولادها يأكلوا من المزبالا يأكلوا في الزبل تعال الحراش يأكلوا من المزبالا انخلع هبط رحل هذه كل مرة قالها يقول لي كيفك يداير قتلوا أعلاه وقالها أولاده أولاده قد أولادها ولكن صفورة صفورة تقول حبها قاس قالها أولادي نوكلهم الكريفات الشوام الكبادي الزبادي الشيكولات التحويس ولكن شوفوا في حالتهم ما أفهمت ولادها يأكلوا من المزبالا وجههم أحمر انبنبن ويلعبوا هدين قسفوا خوروا يضحكوا السعادة فرحانين قتلوا ياهودي لا يكلفوا الله ونفسهم إلى وسحاها قتلوا أنا أرمال رجل ميت ما عندس ما نرحش للحرام ما نرحش للفساد كي يجو أولاده نجو لهنا المزبالا كاش ما نصيبوا كاش واحدهم ما فخدوا ولا حاجة ولا فاكية ولا حاجة قتلوا نوكلهم ونولوا للدار حسبون الله ونعم الوكيل وراك يا وزيرة التضامن وشاك الديري كي إنساء يأكلوا من المزبالا إنساء يأكلوا من المزبالا وشاكية ديري وزيرة التضامن والله يا ربي حسبك على كل طفل وعلى كل مرأة وعلى كل شيخ وعلى كل إنسان جاء إذا جاء أنت تتحاش بي ينضلوا في الشيراطون ينضلونا في الشيراطون يروحوا للشيراطون يعشيروا كل ما جي مناسبة يقولوا كم داروا عشاوين في الشيراطونات وفي الفناديق حسبون الله ونعم الوكيل هذه تقول أنا امرأة من قسنطينا فتح الله على زوجي بعمل في الصحراء وهو يريدني أن أذهب معه ولكن أمي ووالدي وإخوتي يمنعونني من الذهاب إلى الصحراء واشا خايفين يأكلوك العقاب ولا خايفين عليك مسخانة على الصحراء ولكن أمي ووالدي وإخوتي يمنعونني من الذهاب إلى الصحراء فهل أمتثل أمر زوجي أم أطيع أهلي الواجب طيعي راجلك ما طيعي لا بابك لا يمك لا خوتك راجلك صاب خدمة في الصحراء قال لك اجي معايا باش تكوني معاه في الصحراء ربي واش قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم يعني راجلي سكن مرتوين اسكن هو يعني دلها دار وين هو ما شي هو في الصحراء وهي في دارها منعفوين في الشرق لا لا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولذلك بارك الله فيه هذا مسؤولة على الأمن تعالى تعالى تزاير أنا اسمعت بالليقاع البوليسية ليخدموا بعيدا على دارهم أو قاعد يبعتهم لدارهم هذا هو المطلوب أبعته قدام داره يخدم صبح أولا شي ما أمرت أولاده هذا هو المطلوب إحنا لا لا طفلهم الصحراء جيبها تقارى في قسنطينا ودي لها نظام الداخلي طفلهم العاصمة أبعتها تقارى في عنبا طفلهم من عنبا أبعتها تقارى في إليزي أوين رايحين بيهم بعد ابناء تهبلوا مرضوا طفلهم سيدي بالعباس أبعتها تقارى في العاصمة أعلى نحيونا هذا الأحياء الجامعية الداخلية ديروا جامعات تقارى في الجامعة أولا شي يراهي مع إماها وباباها هاكذا الطفلة تكون مليحة شعال ما الطفلها يمردت يبع لبك طفلة مرتبطة بإماها مرتبطة بخاوتها هي من الصحان تجيبها تقارى في عنبا ونبع ما تشوف إماها ما تشوف خاوتها وحدها واشكونا حياء وظل هذا كدفت على العائلة ديروا لهم نظام داخلي دمروهم أبنيوا الجامعات في كل الولايات الطفلة صبحتوا احتقر لا شي يراهي في دارهم باباها يروح يجيبها قدامه يحب يسقسع لها قدامه يماها تروح يجيبها من مدرسة يعني خليتوا الأمة كل واحد هملوه في جيها بارك الله فيكم هذا هو المطلوب كل واحد يبعته يخدم قدام باب داره ما لنقول لك يا أختي طاعتك لزوجك مقدمة على طاعتك لأبيك ولأمك ولأخيك وهنا نقرأ لك حديث عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم حقا على المرأة أي الناس أعظم حق على المرأة قال زوجها قلت فأي الناس أعظم حقا على الرجل قال أمه حسنه الترمذي أمنا عائشة سقساد سينا رسول الله قالت له يا رسول الله شكون أعظم من الناس حق على المرأة قالها رجلها قالت له وشكون أعظم الناس حقا على الرجل قالها يمه شتكيفه شتكيفه شفت يالي يارك مرتك تفشش فيها ويماك تحقر فيها شفت يالي يفدت يماك ورميتها في المزبالة يماها يفدها ورماها في المزبالة جاو الشرطة دوها من المزبالة إلى دار الشيخوخة أرماها في المزبالة حسبونا الله ونعم الوكيل إذن أمنا عائشة قاتلوا يا رسول الله أي الناس أعظم حقا على المرأة قال زوجها إذن زوجك يا أختي مك زوجك ساب خدمة في الصحراء قال لك اروحي معايا تروحي معاه بابك ويقول لك ما تروحي شيئا إما إخواتاتك تبعي راجلك تبعي راجلك وين راح اروحي معاه يا سبحان الله الله يرضى وربي يرحم على انساه ذو كذي يطيعه طيع راجلها راه في العاصمة وما شاء الله يقل على الصحراء تروح معاه يقل على الغرب تروح معاه نحناش عالم المرأة راجلها كان في أوروبا كان في بريطانيا خدام ويبعت لها في القفة وفي الرزق وم بعدها جاتوا واحد الفكرة قالها تجي معايا يديها الانجليز ولا الاسويس ولا الماريكان هي تشوف الماريكان وعينيها يتحلوا ما اللي كان الطير مغمض هي تشوف امريكا وفيرنسا وبريطانيا واش تقول لك لما يجي هابط تقول له ما نهبطش معاك يا مرأة خافي يا ربي أنا هابط أنا بديت أني هابط لبلد ما نقعدش في الانجليز لا لا ما نهبطش معاك أنا عجبتلي الانجليز ما لا واحد سير بارك الله فيه قالها عجبتك الانجليز اقعدي في الانجليز الفتقة شو هابط غير هابط ولاد وزوجوه ما رأى ما شاء الله يعني أروع ما يكون وخلها في الانجليز السي حموت ابو قاعة ما نقضش ننساها حموت ابو قاعة واش قتله ادى مرته للماريكان فهو عنده غير يمه مسكين يمه ما تسمعش كي كان في الماريكان قتله مرتهون قعدوا هنا ما نهبطش للتزاير قالها بصع عندي يمه عندي يمه ما تسمعش أنا يمه وزيدي مرت شاهيد ولما ما طراش لها ربات ولادها قالها يمه يعني مرت شاهيد وأنا يقايم بيها نقعد في الماريكان ونخليها ضائعة قتله خير أنا والماريكان ولا يمك قالها قعدي بيك بالماريكان راح أهبط ليمه وتزوجها وبولاده يمه راضي عليه ما شاء الله وهني شفتها بعيني يمه والأهالي بعيني شتها راضي عليه الله يرضى عليك يا حمود أكشرت بو قاعة هل يبو قاعة قابلك ربي أو يبعد عليها المصائب غير بهذا الطاعة ليمه سائل يقول السلام عليكم سيدي أنا مرضعة وطفلي عمره ثلاثة أشهر فهل أستطيع الصوم المرضعة إذا كان ولدها يتضرر يعني لو كانت صومة يوليش عندها الحليب هنا لا يجوز لها الصوم وتقضي أما إذا كان ولو ترضع عندها الحليب لا يجوز لك الإفطار واجب تصومي ما تبعيش هذا الفتوى الباطل لهذه أما يقول لهم يعني مجرد ما راكي ترضع يكولي لا لا ماشي مجرد ما راكي ترضع يكولي لا لا إذا كان أصدرت أكي يجف كي ينسى الله يبارك عندها الحليب يعني تقدر يعني ترضع أولادها وأولاد الناس يعني وكي لي ما عندهاش هاي إذا كنت كنت تصومي الحليب يقليل بحيث طفل يجوع وما يكفيش ولا يولي مكاش هنا الفطري ولا شيء عليك أما إذا ولو تصومي عندك الحليب حرام عليك الفطري سائل من المنيعة يقول هل يجوز شراء العتاد المحجوز من طرف الجمارك في المزاد العلني شوف يا أخي تعلمني أولا أحصل مننا على الشيخ عمران رأنا عندنا شعال ما شفناش وأخبار وينقاطعت علينا ربي يحفظ إن شاء الله يكون بي خير ليوم يسمعوا فينا بالغول والسلام انتعنا وقولوا لبلي رأنا توحشناه هذه المسألة الأولى المسألة الثانية إذا كان الجمارك رأهم يحجزوا البضاعة بحق ماشي بظلم وباعوها هنا يجوز لهم هم يجوز لهم يبيعوا وأنت يجوز لك تشعي أما إذا كان يحجزوها بظلم يعني كين ظلم يأكل قطع فيه ظلم كل مساء فيها ظلم احنا ما أعلم بالناش احنا نعطيه الحكم ما رناش نقوله بالجمارك يتظلموا لا لا نعطيه الحكم السرعي إذا كان الجمارك يحجزوا هذه البضاعة بظلم ما يجوز لهم وما يحجزوها وما يجوز لك سنتج شريها صح الآن أنت ما على بالك ما رك عرف حجزوها بظلم ما رك حجزوها بغير ظلم قال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر